دكتورة مونة من القيارة تفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم انتو لو بكاتو تفضل يا فندي كل سنة وانتو طيبين ان شاء الله وبخير حديك طيب يا فندي كنت عايز اسأل الآية القرآنية ولستم باخذيه الا انتو غمضوا فيه ايه حدود يعني التصدق مثلا لو فيه مثلا مثلا طعام بايت او مثلا مش حاجة وحشة يعني هل الاحسن من اننا مثلا ارمي او او بوفي او حاجة نتصدق دي ولا دا يدخل فيه موضوع ولادكم باخذي الا انتو غمضوا فيه طيب السؤال الثاني الايات القرآنية يريد والله قل لا يجعل لهم حظا في الاخرة هل ارادة ربنا سبحانه وتعالى يعني فيه ناس من اعمالهم ولا دي ارادة ربنا سبحانه وتعالى اجاوب على حضرتك السؤالين دولا مهمين جدا السؤال الاولاني ان احنا في الحقيقة حالك تسألتيني هل الاكل اللي احنا بناكن منه الافضل نتصدق بيه ولا نرميه الافضل ان احنا ننتقل احسن منه ما ينفعش ان الاشياء دي وخاصة ان احنا في ظل الكلام عن الامراض الاشياء اللي ما تمسش والاشياء الباقية دي بلا شك الافضل ان احنا نتصدق بيه وخلاص با عندنا مؤسسات بتتلقى الطعام اللي من النوع ده وتقوم باعادة توزيع على الناس فالافضل ان احنا سواء في القبر المفيه او في اكلنا الشخص اللي هو لم يمس اللي هو النظيف اللي احنا اصلا كنا هنأكل منه بس احنا كمان زودنا عن حاجتنا الافضل ان احنا نوديه للاماكن اللي توزع فيه وتعالوا نعود نفسنا واولادنا ان احنا نأمل الاكل على قدنا وخاصة في الزوف الاقتصادية اللي احنا فيها دي فنعمل الكلام على قدنا ويبقى دوة الافضل سؤال التاني وهو مسألة هو ربنا كاتب على حد ان هو يبقى من اهل انا باسأل سؤال الناس اللي بتحتاج بدا هو يعرف ارادة الله ايه ما اعرفش ارادة الله ولكن ربنا سبحانه وتعالى اخفى ده في الغيب انا لا استطيع ان انا اعرف ارادة الله لان ربنا جعل حاجز بيني وبين معرفة ارادته بالغيب لكن انا اعرف حب الله ربنا يحب الطاعة ولذلك اذا انا عملت الطاعة ساجد مدد من الله وعوني من الله ومن يأتاني يمشي اتيته هرولة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به احنا نروح للطاعة وما نعودش نسأل نفسنا هو ربنا كتبني في اهل النار ولا في اهل الجنة ده من السؤال ده سؤال غلط السؤال الصح هو ربنا يحب ان انا اعمل ايه من اعمال اهل الجنة وساعتها لما يكون السؤال كده هاجد صدري ونفسي مفتوحة للطاعة وابتعد عن كل المخاوف دي لان المخاوف دي من اكبر الحجاب الذي بيني وبين الله مخاوفي لان اكبر حجاب بيني وبين الله نفسي الامارة بالسؤولة سؤال